في الكلام هو بس فيه حاجة إسلام وإحنا بنتكلم على الأخطاء الفنية الحقيقة اللي كانت موجودة في خلال الدور التاني وخلال مباراة السوبر الحقيقة المصري النادي الأقلي بيمتلك لعيبة دلوقت يمكن الموسم اللي فات كان بيتطر مثلا حد بعيد عن مستواء ويدديله يلعب لأن ما كانش فيه بديل برا زي مثلا طاهر على فترات زي حسين الشحط على فترات زي الحقيقة يعني الاتنين دول الاتنين دول كهرباء على فترات وكان بردك بديله النهاردة انت عندك الست صفاقات اللي انت جبتوهم أو خمس الصفاقات اللي انت جبتوهم تقال جدا لعيبة تقيلة يعني لغاية دلوقتي أحمد عبدالقادر الحقيقة لعيب كورة لو خاد بشكل أساسي وبشكل مستمر لعيب كورة عنده كورة يعني ما تقلش عن أفشا يعني انت لو احتاجته في مركز عشرة يعني يقولك عشرة على عشرة لأنه هو عنده الإمكانيات دي عنده إمكانيات اللي هو بصير كويس قوي ويحطي لك كورات بينية وبيعرف يجيب جول وبيعرف يجيب جول لأنه هو حتى في أداءه مع نادي سموحة الحقيقة الموسم اللي فات سجل كتير فبرضه انت عندك دلوقتي عناصر كتيرة ما تحتاجش بقى عندك العيب مش موفق وبتديله ودي هتبقى في صالح النادي الأهل بيمتلك مش أقل من 22 لعيب 23 لعيب حقيقة على مستوى عالي جدا جدا لكن هتفرق في الكيادة الفنية تفرق إننا لو لو اشتغل حقيقة وانا بادير المطش بالزبط إدارة 90 دقيقة زي ما اشتغل في مورات الإسماعيلي وكلنا الحقيقة محدش يقدر يقول على الصحة غلط لا في مورات الإسماعيلي قدت زي ما قلت لك الحاجات اللي هي كانت موجودة والأخطاء اللي هي كانت موجودة الفنية اللي هي حتة تقرب الخطوط وإنك تضغط النادي الأهلي كان من أفضل الفرق في الدور المصري بيدغط ويستخلص الكورة في سنوات كتير جدا بتلاقيه وكمان ده فيه مواسم الحقيقة أنا بتكلم مثلا عشر ثواني أو خمشهر ثانية ده فيه مواسم ده أربع ثواني وبإستخلص الكورة لما التزم بداية خلاص بقى ليه تواجد في الملعب وفي نفس الوقت انتحطت الفرقة المنافسة تحت ضغط طوال مثلا ده حوالي 60 دقيقة محطوطين تحت ضغط الإسماعيلي فبالتالي نجح إنه هو يحسم نتيجة المباراة زائد زي ما قل كلنا لازم نعترف إن لا مش هو ده نادل إسماعيلي بدليل إنه هو في مرات السيراميكا الحقيقة برضو نفس الحكاية هزيمة يعني السيراميكا كان ممكن يكسب بسكور كمان فعشان كده أنا بقول النادي الأهلي بيمتلك مجموعة من اللعيبة المميزة جدا 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 وتقدر تستخدمهم بشكل كواس قوي وتقدر تعمل نتائج إيجابية على طول بأداء كمان أنا في رأيي كمان إنك إنت اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي ممكن تتعمل لها كمان المتعة يعني مش الأداء يعني أداء بالنتيجة إيجابية بمتعة تستمتع زي ما فيه فيه مواصم كتير جدا كان جمهور النادي الأهلي بيروح يستمتع بالأداء لو بتتكلم احتمالات كبيرة جدا يا إسلام الحقيقة إنه هيلعب ثلاثة فوص الملعب السلية وديانج وحمد فتح دي لازم بقى فيه علي معلول وأكرم توفيقي بقى واطيني الواجب الهجومي بشكل قوي جدا جدا ما عندوش الواجب الهجومي لا هو لما بياخد يعني أكرم أنا عندي أنا بقول حراك معلومة أنت حردك وظفها فنية هو واخد تعليمات إن يقف لأشرب من شارك ما هو هو بص أنا أقولك حاجة من دي معلومة حردك بقى ده ده هيفيد بقى النهد لأهلك من ناحية الهجومية لا هو هو ولا ساعتا نقل إليه هيشتغل إزاي لا هو فيه حاجة بس أنت النهاردة أكرم توفيق لو عمل إقافل الحقيقة بن شارك دي يبقى نجاح كبري جدا وهو عندو الحتة دي هو متفوق فيها على أي حد يعني هو حتى المرات اللعب على بن شارك كان عمل تفوق في مورات تراجي كان عمل تفوق في مواقف واحد دي واحد في المباراتين في حتة مواقف واحد دي واحد وهو متميز فيها دفعيا لكن هو برضك عنده في نفس الوقت لأنه هو هيكون متأمن بالسلية أو حمد فتحي حمد فتحه ولا يكون مأمنه فبالتالي ممكن ياخد الواجب الهجومي ويعمله بشكل كويس